مرحبا أهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع طبعا أكتر سؤال بنسأل إنه كيف يا عمي أروح أسكن في مدينة وأنا ما بعرف فيها إشي طبعا فيه كتير كريتيريا لازم الواحد يحددها منها العمل منها الاكتظاظ السكاني منها فيها ناس من بلدك وجنسيتك ولا لا فيها أكل من اللي بتوكلوا ولا لا فيها مساجد ولا كنائس عربية ولا لا كل هاي الشغلات بتحدد المكان اللي بدك تروح تسكن فيه خاصة أنت جاي على بدولة جديدة نحكي عن كندا بس فيه شيء وعامل مهم جدا اللي هو الكرائم أو الجرائم مستوى أو معدل الجريمة كيف معدل الأمان في هاي المدينة طبعا المدن تختلف من مدينة لمدينة ومن منطقة لمنطقة واليوم حوارجيكو هذا الموقع حنا حكيناوا عنه قبل هيك بس هذا الموقع كتير كتير رائع عشان تقارنوا بين المدن أنا حقارن لكم بين مدينة أوتو أو تورونتو بس ممكن تدخلوا على أي مدينتين وتقارنوا بيهم وحقارن لكم مونتريار حشوف أحاول وحشوفوا كيف طريقة استخدام هذا الموقع سهل جدا قارنوا بين المدن بعطيكم لمحة سريعة جدا نحنا حكينا عنه نفس هذا الموقع لما قارننا بالأسعار خليكم مع الفيديو طبعا إذا بتتذكروا هذا الموقع اسمه نيمبو هذا حكينا كتير فيه شغلات ممكن تقارنوا بين المدن حنحكي عن الكرايم الآن عن الجرائم زي ما انتو شايفين بنحط بالسيتي أوتوى حطينا أوتوى بعطيك كل إشي بالنسبة للأفريج العام السيفتي هون قديش هو أمان أنك تمشي بالشارع بري هاي بالليل برضو هاي هون بعطيك الكرايم بالمدن القريبة خلينا نعمل كامبير بين أتوى و تورونتو مثلا هذه أكبر مدينة موجودة في كندا زي ما انتو شايفين مثلا المقارنة هون قريبة جدا لكن أتوى تعتبر زي ما انتو شايفين تحت أأمن سواء بالليل أو بالنهار يعني المعدل مش كبير مقارنة بمدن ثانية بس it's still safer طيب خلينا احنا نرجع ونحط مثلا مونتريال اللي هي تاني أكبر مدينة وهي مدن الكتير اللي بروح عليها الناس زي ما انتو شايفين مونتريال فيها مثلا level of crime أعلى شوية 25 من أوتوى بس السيفتي فيها تحت زي ما انتو شايفين أعلى برضو بشوي من أوتوى 70% بالليل يمكن عندهم أكثر policing وأأمن النسبة مش كتير بعيدة لكن هذا بعطيكو زي ما عرفي عن هذه المدن السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد